أمنحطب الرابع قلنا أنه تولى الحكم في سن صغير طب إيه أهم أعماله هو الذي قام بالثورة الدينية رفض المعبودات الكثير اللي مصرين كانوا بيعبدوها وقال ما فيهش غير معبود واحد بس اللي يعبده هو الإله مين أتون والأرث بتاع الشمس هو الرمز إيه بتاعنا تمان غير اسمه من أمنحطب الرابع إلى مين إلي إخناتون كمان قام ببناء عاصمة جديدة للبلاد عمل عاصمة جديدة إيه لمصر وهي مدينة إيه خيطة إيه أولي هو العاصمة بتاعت مصر قبل أخيطة إيه طيبة كانت أوريس والأسير طيبة 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 طيب تمشوا معي يلا هتوراق قلم وكتبوا وراي هتوراق قلم وكتبوا وراي كل واحد يكتب اكتبوا عاصمة مصر اكتبوا عاصمة مصر في الوحدة الأولى كانت أون عاصمة مصر في الوحدة الأولى كانت أون تاني أنا هقولكو كل العواصم اللي عندك في المنهج يبقى عاصمة مصر في الوحدة الأولى كانت أون تمام؟ تمام؟ تمام عاصمة مصر في الوحدة الثانية منف يبقى عاصمة مصر في الوحدة الأولى أون عاصمة مصر في الوحدة الثانية مين؟ منف عاصمة مصر في الأسرة يلا بقى معايا عاصمة مصر في فترة الإدمحلال كانت أهناسيا اللي هي المينيا فترة الإدمحلال الأول فترة الإدمحلال الأول كانت عاصمة مصر يمين أهناسيا اللي هي المينيا كتابتوا كلكم ميستر مبالك إسمني أصر في اسمائي إيه في عصر في عصر الانتقال الأول يا أولاد عصر الانتقال الأول لما مصر اتعرضت لاحتلال الأسيويين أسرة أهناسيا عملت العاصمة بتاعتها فين اللي هي أهناسيا اللي هي المينيا بس يا مصر هي ما عملتش والأسيويين ما عملوش لا الأسيويين ما عملوش مش أسرة أهناسيا اللي ترادتهم آه بس هي ما عملوش وهي اللي سيطرت على الحكم للبلاد آه وخلت عاصمة مصر أهناسيا خلت عاصمة مصر هي أهناسيا أمن منحات الأول كانت عاصمة البلاد في عهده أسيد تواي كده بأتكلم في عصر الدولة الوسطى عصر الدولة الوسطى أمن منحات الأول جعل عاصمة البلاد في أسيد تواي عبد الناصر فارس جانا رغض أيوة يا مصر تمام بتكتب ورايا أه أيوة تمام وصلت لغاية فين أسيد تواي أه تمام عاصمة مصر في عهد الملك سنسرت عهد الملك سنسرت وأمن منحات التالت تيبة عاصمة البلاد في عهد سنسرت وأمن منحات التالت تيبة كده احنا خلصنا عصر الدولة الوسطى هتيجو ورايا فترة الانتقال التاني صح والهكسوس بيحتل له مصر الهكسوس عاصمتهم أواريس تكتبوا مصر قولي اسمعي مصر أواريس قول هو ليه عمصر من الهكسوس اسمه بأواريس ليه احنا قمنا عليهم بهكسوس لا هكسوس أي قبائل معتدية الهكسوس يعني معتدين حد اعتد عليك يبأ الهكسوس وقتا ما الهكسوس كان هما اللي بيسلطروا على مصر اللي كانت عاصمة مصر مين؟ أواريس لا الشرقية خش عاصر الدولة الحديثة في عاصر الدولة الحديثة كيت ايه عاصمة مصر كيت عاصمة مصر طيبة في عاصمة الدولة الحديثة اللي حنا نتكلم عني دلوقتي عاصمة مصر كيت مين؟ طيبة ثم في عهد منحطب الرابع تحولت لإيخ إيخ تاتون اللي هي تل العمرنة تاني يبأ في عاصر الدولة الحديثة كيت العاصمة طيبة ثم انتقلت من طيبة لمين؟ أخي تاتون في عهد مين؟ أمنحطب الرابع طيب لما جي توت عن خأمون نرجع الدين الجديد إلى دين أمون ورجع العاصمة تاني إلى تيبة تاني نركز في النقطة دي أنا في عصر الدولة الحديثة يا مصدر اللي هو عصر المجد الحربي كانت عاصمة مصر طيبة لغاية مين؟ لغاية أمنحطب الرابع أمنحطب الرابع هو اللي غيرها من تيبة إلى أخي تاتون العاصمة الجديدة اللي هو عملها طيب هل ديا تفضل عاصمة مصر بعد كده؟ قالك لا. لما جئ ابن توتا عن خامون رجع العاصمة تاني لفين? لطيبة. معاي يا أولاد? معاك أنا. بس هي دي العواصم اللي إيه اللي عندك. يبا أنت عارفت فيه يا مستر في الوحدة الأولى كانت عاصمة مصر إيه? قول. في الوحدة التانية كانت عاصمة مصر مين? منف. في عصر الدولة القديمة كانت مين? كانت تيبة. في فترة الإدمحلال الأول أهناسية في عصر الدولة الوسطى كانت أسيت وي. لكن في عادس نصرته أمن منحات التالت خلوها تيبة. طب في فترة الإدمحلال التاني أواريس طب في عصر الدولة الحديثة لو عصر المجد الحربي لا يا مستر كانت في تيبة لغاية أمنحوته بالرابع. نقلها من تيبة ودها المين لإخيتة تون العاصمة بتاعته الجديدة. لما جيته تعان خامون رجع العاصمة من أخيتة تون إلى تيبة مرة إيه أخرى. تمام? حد عنده أي سؤال في العواصم? آه. قولي. في العواصم. بس أرى لما يجيب لي خلف. خلف? خلف? خلف يعني اللي بعده بقى. منعز اللي بعد قول كده سؤال كده. خلف ايه؟ يعني هو بيجيب لي تون عن خانون خلف إخناتون في حكم البلاد. تمام. فهو فيه بس منذوق معينة بيجيب لي خلف. يعني هو كده ابنه ولا أخوه؟ خلف يعني يجيه بعده. يعني مش ابنه ولا أخوه؟ لا 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 لا. خلف يعني اللي يجيه بعده. خلف اللي يجيه بعده. تمام. ماذا نر هي في فنكيا لسه مضغياش اسمها؟ لا في فنكيا دل هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين دول اسمهم بلاد الشاف. حد عنده اي سؤال قبل ما كمل؟ لا يا ما سترح. لا انا. تمام. بعدما اخناتون عمل الصورة الدينية بتاعته ودعا لعبادة اله واحد اللي هو اتون اللي هو قرس الشمس عمل عاصمة جديدة للبلاد اسمها اخي تاتون وهذه العاصمة كانت مقر لعبادة اتون. طيب هل صورة اخناتون ديها تنجح ولا تفشل؟ قال لك هذه الصورة انتهت بموت صاحبة. يعني لما مات من حطب الرابع هذه الصورة الدينية انتهت. ورجع تعدد المعبودات من جديد. طيب وايه الدليل بتاعك مستر ابنه توت عن خامون. توت عن خامون اعاد عبادة امون مرة اخرى بدل ما هو كان اتون. قال لك امون يرجع تاني وكمان نقل عاصمة البلاد من اخي تاتون الى ايه؟ الى طيبة. قال لك اذا الملك الملك لو توت عن خامون كان ملك صغير السن وكان ملك ضعيف. طيب ايه سبب شهرته؟ قلنا سبب شهرته هي المجبرة التي تم اكتشافها 1922. المجبرة دي فيها محتويات بتدل على الفن المصري القديم. طيب نتكلم على الاسرة رقم 19 واشهر اعمالها هو الملك رامسيس التاني. بقول لك يعتبر هو من اشهر ملوك الاسرة التاسعة عشر. طيب ايه هي اهم اعماله؟ قال لك خارجيا باع اعادة نفوذ المصري على بلاد الشام. ازاي يا مستر؟ خلي بالك ان في عهد اخناتون مصر فقط جزء من اراضيها اللي في اسيا. تاني في عهد اخناتون بسبب الثورة الدينية كان مهتم باحوال مصر. طيب واحوال اسيا مش اسيا ديه كايت مصر بتسيطر عليها؟ اه نسيها مهتمش بيها ففقدنا جزء منها. لما جي رامسيس لأ عادة نفوذ المصري على بلاد ايه؟ الشام. كمان دخل معركة ضد الحيسيين. تاني كمان دخل معركة ضد مين؟ الحيسيين. اسم المعركة قادش كده احنا اخدنا كم معركة في المنهج؟ اتنين في الدرسة ده واخدين معركتين. معركة ميجدو بتاع التحطمس الثالث. ومعركة قادش اللي هي بين رامسيس والحيسيين. طيب المعركة دي يا مستر والله انتصر فيها رامسيس الثاني. وعمل معاهدة سلام. ودي اول معاهدة سلام في التاريخ. تاني رامسيس الثاني اهم اعماله عدد نفوذ المصري الى بلاد الشام. يعني رجع الاراضي لمصري خسرتها في بلاد الشام. كمان دخل معركة ضد الحيسيين وانتصر عليهم. وعمل معهم معاهدة سلام. المعهدة السلام دي بتقول ايه؟ ان احنا نوقف الحرب بين الطرفين. هنعمل علاقات ودية بين البلدين. وكل دولة تساعد الاخرى اذا تعرض هجوم لها. يعني لو مصر تعرضت لهجوم الحيسيين يقفوا مع مصر. ولو الحيسيين تعرضوا لهجوم مصر توقف ايه؟ معاه. في حاجة صعبة؟ لا اعمل. لا اعمل. حد عنده اي سؤال؟ لا اعمل. دي صورة للملك ايه رانسيس التاني. مصر كان فيه ايامها جنسيات. ايه؟ كان فيه ايامها جنسية. جنسيات؟ لا. يعني اقولك ايه؟ اولا ما فيش حاجة اسمها مصر. كانش فيه دولة اسمها مصر يا ولاد. كان اسمها كيمت. يعني مفيش حد يعرف كلمة مصر دي جديدة الاسم ده جديد. امالهية زمان كانوا بيسموها ايه مصر؟ كانوا بيسموها كيمت. كيمت اي الارض السوداء. عشان كانت معظم اراضي مصر تينا. والتينا بيكون لونها سود صح؟ او. او. فكانوا بيسموها كيمت. لا مفيش جنسيات. مفيش انا مصري. انا انا الماني. انا ازداني. لا. فيش كلام ده. طب ايه هي اهم اعمال رامسيس داخليا؟ ايه هي المعمار بتاعته؟ قالك ان هو شاية ستة معابد. اشهرها معبد ابو سنبل. كمان هذا المعبد منظمة اليونسكو انقذته من مياه السد العالي. تعرفوا ان فيه سد في جنوب مصر اسمه السد العالي صح؟ او. السد ده جيت عامل في عهد جمال عبدالنصر. هنا كان فيه مشكلة ان مية السد دي ممكن تغرق هذا الايه؟ المعبد. فمنظمة اليونسكو بعتت مهندسين كتير اول مصر عشان ينقلوا المعبد لمكان ايه؟ اخر. كمان في عهده اقام العديد من المسلات ايه؟ ايه من منظمة اليونسكو. دي منظمة علامية بتهتم بالاثار والفنون في العالم كله. وتحافظ عليها. كمان من اعماله ان هو اقام عدد من المسلات الضخمة ما زال احدها في باريس. باريس اللي هي عاصمة مين؟ فرنسا. تعالنا نخش على الملك رمسيس الثالث. رمسيس الثالث برضو كان من الملوك الاقوياء ويعتبر هو المؤسس الحقيقي للأسر رقم ايه؟ عشرين. ويعتبر اخر الفراعين العظام يعني اعتبر اخر ملك من الفراعين الايه؟ الاقوياء. في الوقت بتاعي ياولاد مصر تعرضت لخطر ولكن من جهة البحر المتوسط. ثاني في عهده في عهد رمسيس الثالث مصر تعرضت لخطر من جهة البحر الايه؟ المتوسط. استطاع ان هو يتصدى ليه وانتصر عليهم بري وبحري. ثاني الملك الاخير في مصر اخر ملوك مصر العظام هو الملك رمسيس. الثالث يعتبر هو المؤسس الحقيقي للأسرة كم كام؟ عشرين. قالك استطاع ان هو يدفع خطر شديد عن مصر زي خطر اللكسوس. ايه الخطر ده يا مستر؟ شعوب البحر المتوسط. من البحر المتوسط جات مجموعة من القبائل عايزة تحتل ايه؟ مصر. استطاع ان هو يتصدى ليهم وايه؟ ويتردهم. كمان شعوب ليبيا منطقة ليبيا. ليبيا دي اللي هي موجودة غرب مصر حاولت ان هي تهاجم على ايه؟ على مصر. واستطاع ان هو يتصدى ايه؟ ليهم. اهم اعماله هزم شعوب البحر المتوسط بري عند رفح. وبحر عند مصاب النيل ايه؟ الغربي. كمان تصدى لقوات الليبيين اللي هجموا مصر وهزمهم عند ودي ايه؟ النطرون. دي صورة ليه؟ طبعا منيكلم على نهاية وسقوط الدولة الحديثة غم داينك. اول ما يقول لك نهاية عصر الدولة الوسطى نهاية عصر الدولة القديمة نهاية عصر الدولة الحديثة. قل له بسبب ضعف الملوك والصراع بين حكام الاقاليم. سبتوا النقطتين دول معاك. يجي اسألك ايه سبب انهيار الدولة القديمة انهيار الدولة الوسطى انهيار الدولة الحديثة؟ قل له دا يرجع لسبب ضعف الملوك ان ملوك اللي كانوا بيحكموا مصر ملوك ضعاف. وكان بيحصل صراع بين حكام ايه؟ الاقاليم. ومع انتهاء الاسرة رقم عشرين انتهى عصر الدولة الحديثة وبدأ عصر الاخير الفرعونية هو العصر الايه؟ المتأخر. العصر المتأخر دا بيبدأ من كم لكام؟ قلنا ان العصر المتأخر بيبدأ من الاسرة رقم واحد وعشرين للأسرة رقم كام؟ تلاتين. تاني العصر المتأخر بيبدأ من كام؟ بيبدأ من الاسرة واحد وعشرين للأسرة رقم كام؟ تلاتين. قال لك والله كل هذه الأسرات كان الملوك بتوع مصر ضعاف إلا الأسرة رقم 26 ثاني من الأسرة 21 للأسرة رقم 30 ملوك ضعاف إلا الأسرة رقم 26 الملوك بتاعها كانوا أقوياء زي الملك مين؟ زي الملك أبي اسمتك الأول وابنه نخاو ثاني أخر عصر عندي تاريخنا مقسمينه لتلاتين أسرة صح؟ أوه أنا عندي من الأسرة رقم 21 للأسرة رقم 30 الأسرة رقم 30 فترة إيه؟ ضعاف إلا الأسرة رقم 26 إيش معنى الأسرة رقم 26؟ لا يا مستر في الفترة دي دي ملك سيطر على مصر كان قوي عكس الملوك اللي إيه؟ اللي قبليه من هو الملك ده؟ أبي اسمتك الأول وابنه هيكون اسمه نخاو أبي اسمتك الأول وابنه مين؟ نخاو نخاو إلا تنين دول هما اللي كانوا إيه؟ أقوي عشان كان يقول لك الملك أبي اسمتك الأول يعتبر هو مؤسس الأسرة رقم 26 استرد المصر حريتها إيه ده؟ استرد المصر حريتها؟ هي مصر كانت محتلة؟ آه كانت مصر محتلة من قبل الأشوريين تاني يبقى في العصر المتأخر كانت مصر تحت احتلال مين؟ الأشوريين قال لك أن أقليم منفل ده أصلا كان مستقل عن مصر كان بعيد عن مصر مش تحت سيطرة مصر هو رجع أقليم منفل إيه؟ ليه؟ حكمه كمان عمل على تنمية التجارة الخارجية مع المدن الثانيقية بدأ ينشط التجارة الخارجية خاصة مع مين؟ مع الفنقيم طب تعالي نتكلم على ابنه الملك نخاو قال لك والله يكمل مسيرة التقدم بتاعت بابا أعاد حفر قناة زيزو ستريس مين يفكرني؟ قناة زيزو ستريس مين اللي عملها؟ سورة التالي الله ينور عليكي وكمان أرسل بعثة من فنقيا للدوران حول أفريقيا سمعت انتو سنة اللي فاتل في سنة 6 على طريق اسمه طريق رأس الرجال الصالح صح؟ اللي اكتشفت برتوغاليين صح؟ اللي هو كان الدوران حول أفريقيا صح؟ الطريق ده أصلا اللي اكتشفه هو نخاو نخاو وهو في فنقيا طلب من مجموعة من الفنقايين ان هم يناموا رحلة تجارية حوالين إيه؟ أفريقيا ووريكوا الصورة دلوقتي بصوا الصورة بتاعته شايفينها؟ هو خرج من خليج السويس والرحلة بتاعته عدت على البحر اللحمر ثم المحيط وعمل عملية الدوران إيه؟ حول أفريقيا ودخل من ماضيك اسمه ماضيك جبل إيه؟ طريق دخل هنا وإيه؟ والرحلة استمرت حوالي 3 سنوات الرحلة دي استمرت كم سنة؟ 3 سنوات وكده ينتهي عندك عصور مصر إيه؟ الفرعونية والترمي اللي جاي هتبدأ بالاحتلال بقى يعني هتكلم على مصر تحت احتلال الفرس تحت احتلال البطلمة تحت احتلال الإسكندر تحت احتلال إيه؟ الرومان في حد عنده اي سؤال في الدرس ده؟ لأي حد عنده اي سؤال طفل منهج؟ لأي يلا بحل قول بقول عوزيني حالي ما نهضى اجيب الحال هيجبين وفوت اخر حصة بالتقييم اخر حصة ايه؟ التقييم هيبقى ان شاء الله معنا هيبقى يوم ايه؟ يوم الحال لا يوم الحال هتنتحنا من النهار ده بالليل صح؟ لا يوم الحال تانس يوم الحال تمام هتحلوا تاريخوا اللي جوغرافيا نحل ايه؟ جوغرافيا نحل جوغرافيا تيجوا نحل على درس مظاهر السطح؟ اه تعالوا يلا نبدأ اختبارها يبقى الكتروني ماشي اوكي اوكي ready اللي هو الدرس الثاني في اللحظة الثالثة مستر ايه؟ اللي هو الدرس الثاني اه يلا نسمي بسم الله وكده نبدأ بملك يلا لوكا ولك توجد جبال البحر الاحمر في كرة؟ افريكيا افريكيا الله ينور عليكي هش يا ميدو واليد ارفع ايدك يلا أستغاني مستغاني 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 برضو جوغدات في اسيا نعم مستغاني برضو جوه تبقى في اسيا الله ينور عليك بس اسمها في اسيا جبال الحجاز وعسير يعني في السعودية بيسموها بجبال الحجاز وإيه؟ وعسير ما بيسمواش بجبال البحر الاحمر وكمان هذه الجبال برضو موجودة في دولة اليمن بس بيسموها في اليمن مرتفعات اليمن ما بيسموهاش بجبال البحر الأحمر مش كاي بقولك شوجة جبال البحر الأحمر بالاسم بتاعها اسم البحر الأحمر في كرة أفريق يلا ياميدو تؤثر الزرازل والبراكين في تشكيل في صفح الأرض الدلتوب الهضوب والدلتوات نعم الدلتوات الدلتوات اللي هي الدلتة يا أولاد الدلتوات اللي هي الدلتة أه تكون كبيرا تكون كبيرا أولا أولا الهضوب والدلتوات غلط الزلازل والبراكين الزلازل والبراكين تؤثر في تشكيل سطح الأرض آه زلازل وبراكين زلازل الهزات الأرضية براكين خروج الغزات من بطن الأرض الزلازل بتؤثر إنها براكين براكين محد عارف الإجابة رغض رغض عارفة أيوة أولي آآ 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 تمام يا مستر وقال لك كل ما يلي من أمثلة العوامل البطنية يعني كل اللي قدامك ده عوامل بتحصل في باطن الأرض ما عاد حاجة واحدة فيهم إيه هي كل اللي قدامك ده بيحصل في باطن الأرض كل ما يلي من العوامل البطنية يعني بتحصل في باطن الأرض ما عاد حاجة واحدة فيهم تمام يا مستر أكون التعريه الجاليدية الله ينور عليك هي هتكون التعريه الجاليدية يلا يا فارس ولك مفهوم الأجزاء التي تكونت فوق مستوى سطح البحر حاجة أعلى من مستوى سطح البحر بنسميها إيه الجبال أو المرتفعات المرتفعات لأن الجبال والتلال حاجات مرتفعة إجابة الأصحة أن أنا أختار إيه المرتفعات يلا ميدواليد لا محمد عبد الناصر محمد عبد الناصر من أمثلة الجبال في أوروبا جبال القلب طيب صلوا عن نبي كده هؤلاء جبال الهملايا جبال الهملايا دي موجودة في أسيا جبال القلب دي موجودة في أوروبا جبال الإنديس دي موجودة في أمريكا الجنوبية وجبال البحر الأحمر موجودة فين؟ في أفريقيا عشان يبقى كنا عرفنا كل جبل موجود في قارة إيه؟ الله ينور عليك يلا يا جنا تتكون الكزبان الرملية تتكون بفعل الرياح الرياح الله ينور عليك الكزبان الرملية تتكون بفعل الرياح أو التعارية الهوائية طيب يلا يا ملك منخفضات أجزاء تكون تحت مستوى سطح البحر طبعا بيكون من المنخفضات يلا يا ميدو بشيء ما تكون أجزاء متتالية تريعة الحبس بأجزاء معينة من كشرة الأرض الزلازل الزلازل الله ينور عليك الله ينور عليك يا بني الزلازل يلا يا رغض تمام من العوامل البطنية من العوامل البطنية بطنية التي تشكل سطح الأرض بطنية الزلازل الزلازل بس هي رغض اللي عليها الدور أنا اللي جوفت يا مستر أنا بس أردت السؤال أنت اللي أردت السؤال أه أنا بس أردت عشان كده الصوت طبعا ماشي يلا يا مين اللي عليها الدور عبد الناصر سهول فايدية بفعل سهول فايدية بفعل سهول فايدية سهول فايدية سهول فايدية فايدية أول ما شوف كلمة فايدية لازم قول إيه حركات البطيئة بسبب الأنهار السهول الفائدية تكونت بسبب الأنهار يعني ايه كلمة سهول فائدية هي أرض مستوية تكونت على ايه على جانبي النهر بسبب ترسيب المواد العالقة فيه ادي نهر النيل اهو بصوا ده نهر النيل اهو تمام مش نهر النيل ده ميا التربة اللي جات هنا التربة دي التربة دي بسميها سهول ايه فائدية التربة اللي انا بزرع فيها الفائدية اللي انا بزرع فيها هو من اللي كون السهول الفائدية دي النهر من اللي كون السهول الفائدية دي ايه النهر طيب لو جالك سهول سحلية اللي بيكون السهول السحلية هي ايه سحلية الله ينور عليك البحار او المحطاب الله ينور عليك يبنا مثلا لو شفت كلمة سهول الفائدية هكون عارفة سبب الانهار اي سهول فائدية خلقها ربنا في العالم اتكونت بسبب الانهار اي سهول سحلية في العالم اتكونت بسبب البحار يلا يا جنا يشبه الجبل ولكن الأقل ارتفاع منه أوه يشبه الجبل كده شبه الجبل في كل حاجة لا معلش فكري تاين التال التال الله ينور عليك صح هو يشبه مستر الجبل ولكن ما يفعش يزيد ارتفاعه عن ألف متر لو زاد ارتفاعه يا ولاد عن ألف متر ما قدرش اقول علي إيه ما قدرش اقول علي جبل ما قدرش اقول علي تل اقول علي إيه جبل يلا يا ملك انت قلبتها يا مستر قلبتها إيه آه صح آه سهول أرض منبسطة بيقل ارتفاعها عن خمسمائة متر بتكون ايه السهول السهول هي بتكون أرض ايه منبسطة ماشي يلا يا رغض تمام يا مصر تؤدي تؤدي المياه آه الظهور العديد من الأشكال التضاريسية مثل التعرية المائية يقصوا تنعم بالمية التعرية المائية التعرية المائية آه تكون السهول الفاضية ودلتات الأنهار الله ينور عليك ايه هي اللي بتكون يا مستر السهول الفايدية وهي اللي بتكون دلتات ايه الأنهار تمام يلا ميد واليد حاضر يا مستر بيبي حبيبي تضبط كسافة السكان المرتفعة بمنطقة أكتر مناطق السكان بتحب تقعد فيها المناطق ايه آه 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 هل احنا بنعيش فوق الجبل نعرف نعيش على جبل نعرف نعيش على الهضبة نعرف نعيش على تل جبل صعب احنا بنعيش في منطقة اسمها منطقة ايه السهول تاني يا ولاد تاني 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 بولك ترتبط كسافة السكانية ايه هي الكسافة السكانية السكان بيعيشوا كتير فين احنا يا ولاد عاشين فين احنا بنعيش فوق الجبل صعب صح هنعيش فوق التلال برضو صعب هنعيش فوق الهضبة صعب احنا بنعيش في المناطق السهلية زي المناطق السهول الفايدية ومناطق السهول الساحلية مستر قول بالوقت يا مستر انت قلت ان مجنوعة عيش فوق الجبال صعب نجزق المحلة الليبنان وكل نجزق بالعيش فوق الجبال او عندك لبنان بس مش كل او لبنان واليمن كمان لبنان واليمن السكان بيعيش فوق الجبال بسبب ان المناخ لانك بيكون معتدل وبتسقط انطار ويقدر يعمل حرفة الزراعة بس بيقولك ترتبط الكسافة السكانية الكلام ده على دولتين بس وهو على كل البلاد ولا دولتين بس دولتين بس دي حالة بتكون ايه حالة ايه مختلفة يعني كل الجبال اللي في العالم معظم 99% من جبال العالم اللي نسان ما قدرش يعيش عليها الا جبال الا جبال لبنان وجبال الجمن اللي في اسيا ممكن نعيش عليها بس انا بيقولك ترتبط الكسافة السكانية المرتفعة السكان اكتر اماكن بتحب تعيش فيها هي المناطق السهلية السهل ان انت تقدر تعيش عليها اشتركوا في القناة